شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تؤدي الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميليوني اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجو ماتريلا وكانت جورجينا ميليوني رئيسة حزب أخوة إيطاليا كلفت بتشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجو ماتريلا لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا وقدمت ميليوني إثر تعيينها تشكيلت حكومتها التي تضم 24 وزيرا بينهم 6 نساء أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينك أن كثيرا من الضربات الجوية التي استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مصيرة أجنبية وأوضح بلينك أنه لا يرى أدل على أن روسيا مهتمة بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا معتبرا أن موسكو تدفع بدلا من ذلك في الاتجاه المعاكس وأضاف وزير الخارجية في واشنطن أن تصدنظر واشنطن في جميع الوسائل تعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن ثلاثة أعضاء من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكية التقوا برئيس الأوكراني فلادامير زيلنسكي في العاصمة كييف وذكرت وسائل الأعلام الأمريكية أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى المدينة منذ أكثر من شهر والأولى منذ أن بدأت روسيا حملة ضربات جوية تستهدف البنية التحتية المدنية في العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بهدف إظهار تضامن مع أوكرانيا حصل وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء لستراس وقال النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني توبياس إيلود إنه يدعم ريشي سوناك للترشح لرئاسة حزب المحافظين ومن ثم تولي رئاسة الحكومة مشيرا إلى تجاوز سوناك حاجز المائة صوت وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حليفة شل منافسي بني ماردينت وبوريس جونسون في مسعيهم لنيل مائة ترشيح من الأعضاء المحافظين في البرلمان أعلن الجيش العراقي تدمير مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كاركوك وقال النطق باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن عملية نفذها طيران الجيش أصفر عن تدمير تلك المقرات مشيرا إلى أن العملية تمت أثناء تنفيذ استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة العمليات العسكرية في كاركوك قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن العلاقات بين بلاده وأستراليا وصلت إلى مستوى جديد نظرا لتعاونهما الوثيق في مجالات الأمن والطاقة والموارد الطبيعية وأضف كيشيدا في مؤتمر صحفي في مدينة بيرث الأسترالية أنه وقع مع نظره الإسرالي أنتوني ألبانيز إعلانا مشتركا جديدا بشأن التعاون الأمني بين توكيو وكمبيرا أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت ألف وستة إصابات جديدة بكورونا منها مائة وخمسة عشر إصابة مصحوبة بأعراض وسبعمائة واحدة وتسعين بدون أعراض وسجلت البلاد تسعمائة وسبب وتسعين إصابة في اليوم السابق منها مائتين وأربع عشر إصابة مصحوبة بأعراض وسبعمائة وثلاث وثمانين بدون أعراض وفي شنغهاي ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني سجل ستة عشر حالة بدون أعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض وثلاث عشر بدون أعراض في اليوم السابق ورياضيا يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اليوم نظيره فريق مكدي بورج الألماني في نصف نهاية كأس العالم الأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتأهل رجال يد الأهلي إلى نصف نهاية السوبر جلوب بعد فوزه التاريخي على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة تسع وعشرين ثمانية وعشرين ليتصدر المجموعة الثانية بعد الفوز على فريق مدر السعودي بنتيجة ستة وثلاثين ثلاثين ختم ومجزءات تسع وفاصلون رحضاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر